موسيقى حقيقة النهاردة لما نتكلم على موضوع من اهم الموضوعات وهو موضوع الامن السبراني مهم جدا ان احنا نستحضر حالة من حالات التحول الرقمي اللي بيشهدها العالم النهاردة كاحد اللي خلينا نقول مقتضيات فرضتها علينا جائحة كورونا او كوفيد 19 الحقيقة التحول الرقمي زي ما هو كان فرصة كبيرة جدا ويمكن عملت انتعاش كبير جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وايضا انعاش لقطاعات كبيرة جدا زي قطاع المعاملات المالية الرقمية بنلاقي الحقيقة مجال الامن السبراني هو احد اهم المقاومات في النظام العالمي وبالاخص النظام الاقتصادي العالمي نهاردة صناعة الامن السبراني يمكن تقدر في حدود 400 مليار دولار بحلول عام 2027 الحقيقة لما نيجي نبص لهيه الهجمات السبرانية او القرصانة الالكترونية بنلاقي ان حجم الخسائر المترتب عليها ممكن يفوق العشرة تريليون دولار وده حجم ضخم جدا وده اللي بيخلي العالم كله النهاردة زي ما بيسير في التوجه نحو الرقمانة والتحول الرقمي كذلك هناك اتجاه وجهود عالمية من كل دول العالم للاستثمار في الحماية والامن السبراني كل ده طبعا علشان نؤمن الاقتصاد بتاعنا ونؤمن كل مؤسسات الدول في نفس الوقت كمان لازم نبقى واخدين بالنا جدا من ان قطاع مهم جدا في الدولة وهو القطاع المالي وايضا القطاع المصرفي ربما يكون هو القطاعات الاكثر عرضة للتأثر بالهجمات الخاصة بالقرصانة الالكترونية يمكن الحقيقة لما نشوف تقرير صندوق النقد الدولي وهو احد المؤسسات الدولية المعنية باستقرار المدفوعات الدولية والنظام المالي العالمي الحقيقة بينزر بان القطاع المالي العالمي هو الاكثر عرضة والاكثر تهديدا بعد القطاع الصحي بعد تعرضه لجائحة كوفيد 19 الحقيقة من تصاعد جائحة كوفيد 19 ترتب عليها زيادة الاستثمار في القطاع الرقمي او التحول الرقمي كل ده بيقول ان الدول بقى لها حسابات بتدار على الفضاء السايبراني كذلك المؤسسات وكذلك الافراد كل ده يقول ان احنا محتاجين نكسف استثماراتنا وجهدنا على المستوى العالمي وعلى المستوى الاقليمي وحتى على المستوى المحلي لتأمين كل المعاملات والعمليات ضد القرصانة والهجمات السايبرانية الحقيقة لما نيجي نبص لمجال الامن السبراني من اكتر من زاوية نلاقيه ان هو مش بس مغلق على قطاع او على مؤسسة او على دولة الحقيقة يمكن من مجال الامن السبراني ان احنا نؤمن البنية التحتية الحيوية للدول كمان نقدر كمان نؤمن حسابات وتعاملات الشركات كمان نقدر نؤمن التعاملات المالية الرقمية بشكل كبير نهاردة بنشوف مجالات زي مجال الطاقة شركات الكهرباء والغاز الطبيعي تحتاج الى استثمارات ضخمة جدا من اجل حفظ الامن السبراني لهذه المؤسسات كذلك وسائل النقل نهاردة بنشوف ان الهجمات والقرصانة الالكترونية ممكن تقود او يعني ممكن تهاجم السكك الحديدية وخطوط الطيران الحقيقة النهاردة لما بنشوف التعاملات المالية الرقمية اللي اصبحت يعني التعامل بها شيء اعتيادي مهم جدا لنا ان احنا نستثمر في الامن السبراني لقطاع المعاملات المالية وايضا في القطاع المصرفي النهاردة بنشوف تقديرات صندوق النقد الدولي ويمكن كريستين لاجارد بتقول لنا ان يمكن القطاع المصرفي المعرض انه يخسر ما يقرب من 10% من صافي الدخل المحقق للقطاع المصرفي بسبب تعرضه للهجمات او القرصانة الالكترونية كل التحديات والهجمات الالكترونية اللي بتواجهنا والتهديدات دي تخلينا نضع مع بعض اجندة عالمية بقدر اهتمام الدول بملف التغير المناخي دلوقتي والتحرك عالميا كذلك لابد من التحرك ايضا بنفس القدر وبنفس الاهمية في ملف الامن السبراني محتاجين نزيد من الحوافز في الاستثمار في قطاع الامن السبراني ايضا محتاجين ان احنا نعد خريطة للامن السبراني وتحديد كمي للمخاطر المرتبطة بالامن السبراني ايضا محتاجين يبقى فيه تعزيز للتقارب بين الدول في ملف الامن السبراني ايضا تغليز العقوبات النهاردة احنا عندنا الدولة المصرية اصدرت قانون في 2018 بالاضافة الى تشكيل المجلس الاعلى للامن السبراني الحقيقة كل دي جهود طيبة جدا ولكن محتاجين نغلز العقوبات اللي ممكن تكون من وراء الهجمات الالكترونية كذلك الاستثمار في بناء الوعي وبناء القدرات والتوعية لان اغلب الاخطاء والتعرض للقرصانة الالكترونية بنسبة يمكن 85% في احدث الدراسات بيكون السبب فيها الخطأ البشري ان يقع الافراد فريسة للقرصانة الالكترونية ترجمة نانسي قنقر